الأداء فيه الصراحة أنا لقيت الأداء فيه تباين وعدم انسجام بالذات بين الأظهرة الأظهرة اللي هما الظاهر يمين ضاهير يسار والوسط وفما زاد عدم انسجام بين الأظهرة مع الأجنحة مع بعضهم سواء في الهجوم وإلا حتى في الدفاع راه وبالنسبة إذا كان نبدو بالدفاع الدفاع ما فاماش تحس اللي هما مزالوا وما هنش متفاهمين مع بعضهم برشة برشة تلقى جوار مع جوار مش متفاهمين في الطايمينغ متاع خروج اللعب ولا في الكوبرتور مش متفاهمين وضربونا برشة من الوسط بالذات يعني ضربونا برشة دفاعنا ما كانش كان متردد مرى الراو 6-0 مرى الراو تقريبا 1-5 اسمه شويرف صراحة الوحيد اللي كان يلونتسيب ويمشي لقدام وكان قوي البقية الحق أقل مستوى من شويرف من ناحية الدفاعية الحراس ما عناش حراس عنا حراس مش ما عناش ما عناش حراس للكليبر متاعهم كما جماع يراوا فيهم اللي يوصلوا بالنسبة مئوية متاعها كبيرة للخمسين في المئة، ربع خمسين في المئة، لا ربع وربعين في المئة لا الحراس ديوا أي دي با مرات تضرب معها الحرباوي ذهل للمنزل أحسن ما جاءوا حرة في تونس في تاريخ تونس الحراس اللي موجودين توا من أحسن ما أنجبت كرة اليد التونسي لا نزال بكري عليهم كبروفيل كبروفيل اللي موجودين مثال نعطيك عصيل النملي و ياسيم بالقايد وحرباوي وزوز ناتيف دو ميل معناها فانتروازون والآخر يلعب في أوروبا يلعب في التاريخ وبتال تونس وهزل القابر كل وهزز متشوات معناها تنجم تكون فورما تنجم تكون أهمال كبروفيل متاع غارديانات من أحسن ما ثمة إشنوه يقعد التحذير التكتيكي للغارديانات هذومة تحذير المتشوات مع أنت منصور شانا تحذير المتشوات بتاع دورة ودية كيمة تحذير متاع بطولة أوفيسيال معنى أنت الفيزيوناج السكاوتين شفتهم مش كان الدورة هذي بركة شفتهم حتى في الدورات السابقة شفتهم وحتى في البطولات متاعهم في التاريخ الرياضي ولي شاركت في الأفريق وكذا صراحة ما همش استابل فمش استابلين في الأداء كل أحد هو رأي وعند وعين معناها في البركالوخ خبرة هذي كمشكلتنا احنا طول عمرنا في تونس الجاردين مش استابل عليش مش استابل سؤال عليش خطر تاكتيك ما نقصين في الخدمة من اللي احنا صغار نخدم التكنيك نخدم الفيزيك اما التاكتيك متاع الجاردين ما نخدمهش معناها يولي عنده الخبرة بعد ثلاثين سنة احنا نجموا ثلاثة عشرين سنة وثلاثة عشرين سنة كيمتاوا نستفادوا منهم يبدأ تاكتيك ما به كملت الفكرة بالنسبة ل بالنسبة للترانزيشن سواء أوفنسيف يعني في الوجوم حتى الديفنسيف ما زالت لكيب ناقصة ما ايش هي بيدها واللي قاعدة الرفيه هنا نفس الترانزيشن اللي عملوها مع الانترنير الاقديم هي نفسها قاعدة تتكرم عسيم السعيدي مع جيرونا مع جيرونا نفس الشي اللي يقص ويقطع وكل شي ما فمش تجديد ما حسيتش اللي فم تجديد والريتم زادة ماهوش نفس الريتم المطلوب المطلوب اللي بشيرش حك الدورة قريبة 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 سيحة ما دي تشاترنش الرأي نوريتم اللي حكي عليه سيحة عبد الحميد تونجيك بديس شوفناه أقل شايف الشوط الثاني ماتش بورتوغال دي ترانزيسيون رابيد تنويع فالكورة ماتش الثاني للوتريش لا لا الشوط الثاني ضد البورتوغال الشوط الثاني ربحنا فيه تسع نقاط خسارنا في الشوط الأول عشرة الشوط الثاني تسع والله يشوف يضمن صور يعطيهم الصحة الأولاد صور بالمباراة بالنسبة لدورة هذية فيها الباي وفيها الخيب اليوم نشوفه جل اللاعبين معانتها أول مرة يتلقاور لا جاوبني ميسالي جاوبني جاوبني نحب نستفاد منك خاطر أنت موسوعة فنية بالنسبة لي فضل فضل وباعد قولي على الموضوع متعك هل الشوط الثاني بتاع بورتوغال نجبو نصنفوه إنو تحصنت فيه الأمورة وكما قال باديس فقط صلح لدفاع لترنزيسيون اللي حكا على المساعد الثاني الشوط الثاني حب نعمل أربوع الساعة الأخرة نتاع الشوط الثاني بالإمتياز لحارس المرمى واضح حرباوي الحرباوي واليوم نحكيوه عربوع الساعة الأخرة هم يعني الملعبية شوفوهم عتا ورغم جدد أول مريك يلعبوا مع بعضهم الشطي والعايدي ومعرف عملوا ريكسيون بها برشة بإعاز من مهدي الحرباوي عمل يجي قربات عشرة تصديات رجزيف كذلك نرجع لك اليوم أنا مش ربيرسي حمادي الشوط الثانية ذاك منجموش نبنيو عليه نقولوا تياها كل شيء شوف سواء خايب أو الباهي نبنيو عليه في الكورتيات فما الباهي فما الخايب اليوم شوفنا ملعبية جدد أو المرة تكور مبعضها شوفنا الحقيقة معتا نأكد لك الأسامي الكل اللي عيتولهم جدد كما معتا الشطي كما بن حمودة كما بن سالم كما العادي كما رامي الفقيه الحقيقة في ثلاثة مقابلات أعطاه معتا ويبشروا بكل خير أنا راي الدورة هذية معتا اليوم خطر المدرب والستاف تكنيك الشرك جل اللاعبين كما نشوف احنا نلعبنا مع برطوغال أو مع نمسا أو مع سويسرا براسك احنا عشرين ملعب كل لعبه في الثلاثة مقابلات هذية صحيح ما احناش باش نلقاوا تناغم وتناسق بين اللاعبين كما قال سي عبد الحميد البعض أول مرة يلعب مع بعضه وشفنا الظاهير الأيمن مرة شطي مرة بن سالم مرة حسامة حسني كيف كيف مجيها اليسار أنور بن عبدالله أنور بن عبدالله كيف كيف رامي الفقيه شفنا العادي شفنا معرف كيف كيف معتا اليوم أول ماتشوات يلعب مع بعضه ما احناش باش نشوفه تناسق بين الملعبية نتصور الملعبية اليوم التروا هذية المدرب باتريك كازال ما لا واش عنتيجة وكيف كيف أنا نصور معتك إذكية منك في الانتريفيو قال أنا نحب نحط في إشكال لعبي المنتخب أنا يعجب من المدرب اللي يخمم في التخمام هذية اليوم أنت في دي ستوائسيون خايبك يحطك في خسر أم بوها خسر دي بوها كما كنت تحكى لها توا ريمونتادة اللي عملتها اليوم تناجم أنت تكون عشان أون باس دي فورم كونتر الكونغو كونتر أنجولا خسر سبعة ثمانية بونتو شو تعمل رياكسيون شفنا اليوم الولاد معنات هذيك يتسمى رياكسيون باية هذا هو اللي حبيت نعرفه وأنا حبيت نفعله شو اليوم زادة معنات اليوم شرك جون اللاعبين وستاف تكنيك ما غازروس لانتجة اليوم فهم التناغم والتناغم إن شاء الله في الدورات الجاية بقدة ربي الإفكتيف الإفكتيف اللي عنا الامتياز هو الإفكتيف الإفكتيف هو خرق العادة اليوم عنا سمحني يا مهدي اليوم خمسة ملاعبية في الخليج خليج اليوم شوير فبن عبدالله وأسامة حسني ورامي لفقيه ونعشكوا مصباح تويرجع إن شاء الله سحاجل جيه اليوم اللي شفته في ثلاثة ماتشوات معلومة مؤكدة اليوم حسب رأيه حسب رأيه ما عاداش نتكلم من هذيه اللي اللاعب رقم ثلاثة في الدفاع نقص إن شاء الله مصباح الصانعي يقوم بالواجب وزيد كيف كيف معانت يزمنا نقوم معانت نكلم على حوايج اللي ما شفتهاش المدرب من عرش إن راي يخبي في التكتيك نتاعه الكوب دافريك ما شفناش غير في الطريق طريقة الدفاعية لعب ثلاثة مقابلات نفس الطريقة ما استعملش طريقة خمسة واحد ما غيرش ما بدلش بوتاترا عنده حساباته ممكن في الدورات الجاية أما إلى حد الآن ما نغزوص ما هزناش الطرواء لكن في المجمل شفنا ولدات ممتازين وشفنا معانت اليوم بشقة حاير راهو في حكينا لمرة الأخرى بمهدي بش ينقص ثلاثة ملعبية بش يحير اليوم تاد أبهرني تاد الولاية الحمامات بالحمودة اليوم كيف كيف العادي شفنا الشرطي شفنا بنتا عادي شواري العب في الدفزيون 2 في تونس معانت اليوم كما شفنا وجوه به عدة ملعبية اليوم فاشؤونا الحقيقة بالمردود انتاحهم كما شفنا زادة وجوه من القدم فاشؤونا بالمردود لهذه الانتاحهم